موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرابعة مساء بتوقيته الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني وقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا تزامن وشهر رمضان الفضيل أسواق جوارية لتمويل السوق المحلية بمختلف المواد الضرورية واسعة الاستهلاك وبأسعار تنافسية مع تكثيف دوريات المراقبة الحدية من المضاربة موسيقى وتيرة متسارعة في المشروع الاستجليل لنقل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي بورغلا موسيقى وربط أزيد من أربعة آلاف مسكن بشبكة الألياف البصرية بوهران في إطار مخاطط ربط تجمعات السكنية الجديدة بشبكة الأنترنيات العالية التدفق موسيقى ودولينا المبعوث والأممية المكلف بشؤون لاجئين يحل اليوم بموسكو سعيا لاتفاق وقف إطلاق النار والعملية الدفاعية الروسية تركز أهدافها حول العاصمة كييف موسيقى أهلا بكم مشاهدين بداية أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وطبقا للدستور لسيما المدة 91 الفقرتين السابعة والثامنة وقع رئيسه الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد الثاني رمضان 1443 هجرية الموافق للثالث من أبريل 2022 وقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا وكان السيد الرئيس قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس سبعين متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام في التعاون الجزائرية الإيطالي استقبل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ممثل شركة إيني كلودي ديسكالي من إيطاليا حيث تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية الجزائرية الإيطالية لسيما العلاقات التي تربط مجمع سونطراك ومجموعة إينية وسبل الشراكة والاستثمار في مجال تسويق الغاز الطبيعية اللقاء جرى بحضوره وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام مجمع سونطراك توفيق حكار كما استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ممثل الشركة الإيطالية إينية كلودي ديسكالي وبحث سبل الاستثمار في مجال تسويق الغاز الطبيعية والطاقات المتجددة وإنتاج المحروقات على مستوى الحقول المستغلة بالشراكة تزامنا والشهر الفضيل تم فتح أسواق جديدة بولاية إيليزي بهدف تموين السوق المحلية بمختلف المواد الضرورية واسعة الاستهلاك المتابعة لإبراهيم بالخير بهدف تموين السوق المحلية بالمواد الضرورية الواسعة الاستهلاك وبأسعار تنافسية سوق جديد تم افتتاحه ببلدية إيليزي تزامنا والشهر الفضيل أنا في صوق الرحمة اليوم أنا تفتح جديد صوق هذا أنا سكان اللي صهروا عليه حتى نفتحوه السلعة متوفرة تبارك الله نصحك يوم موال فيه كان يوضع غنا ويتدع الخلوفة لكي نساعد غزوم نساعد المواطنين المواطنين السمينية الدوبي الخضراء ماذا بنا المواطنين هدو أشوف فيهم مطالبين يوفرون لهم المنتوجات المحلية والمنتوجات اللي خارج الولاي ماذا بنا تكون بكثرة لإفتتاح سوق الرحمة خاص بولاية إليزي رأنا موفرين كما راكم تشوفوا السميد والفارينة مختلف المواد الأساسية ببلغ شهر رمضان ومعظم أسواق ترافقها الخارجات الميدانية لفرق الرقابة وقمع الغش للوقوف على معينته ووفرة المواد الضرورية خلال شهر رمضان وانطلاق سوق الرحمة ببلدية إليزي مع حلول شهر رمضان المعظم 2022 وهذا معناه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ومع تخفيض الأسعار بأسعار معقولة موفرين فيه كل الاحتياجات المواطن التي يفوت فيه رمضان في أحسن الظروف وانا نتابعوهم في النظافة وفي كل ما يختصوا هنا ومع وفرة المواد الأساسية تعمل فرق التجارة على مراقبة الأسعار المقننة ومدى العمل بها في كل المحلات التجارية وفي تيزيوز وأشرفت أمس سلطات المحلية في الولايات على افتتاح السوق الرحمة الجوارية حيث شهدت السوق مشاركة معتبرة للمتعملين الاقتصاديين بهدف تمكين المواطن من اقتناء مستلزماته بأسعار تنافسية في ظل المضاربة التي تعرفها المواد وواسعة الاستهلاك المتابعة للخضر كعوان حركية كبيرة شهدها سوق الرحمة خلال اليوم الأول من افتتاحه ومواطنون استحسنوا المبادرة التي مكنت من محاربة لهيب الأسعار بعد ذلك الملح مليح 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 يجيب البيان مليح سلع استهلاكية مختلفة وبأسعار تنافسية مغرية أرادها المتعاملون الاقتصاديون مبادرة خير في هذا الشهر الفضيل لفائدة ذوي الدخل البسيط والمتوسط المتوسط، هل أفضلت نفسي وإنها أفضل أن تنافسي بإذن الله يمكننا سعيد الناس في دينة، نعمل ما في الناس، لن يقوم بإعطاء نفسها المتعاملين ومعاونا، كما تسميه الفارينة، أسعاد تنافسها بإذن الله ومقننة بخي دزين، بخي سورتي وزين مباشرة إلى المسارك نحن كمديرية التجارة بمساعدة أيضا الشركات الوطنية باش نحافظوا على القدرة الشرائية المستهلك سوق الرحمة إذن سيبقى مفتوحا إلى غاية آخر يوم من أيام الشهر الفضيل في انتظار افتتاح ثلاثة أسواق أخرى بكل من بوغني درع الميزان وتيزي غنيف بهدف تمكين المواطني اقتناء حاجاته الاستهلاكية بأسعار معقولة مرافقة للمشاريع الاستثمارية يعرف مشروع سون الغاز لنشر الخطوط الكهربائية في ولاية ورغلا وطيرة عمل متسارعة ما من شأنه تحسين خدمة توزيع الطاقة الكهربائية في الولاية الروبرتاج لمنصو الصباح بجهد حثيث الفرق التقنية التابعة لمؤسسة كهريف تواصل أشغالها لاستكمال مشروع نقل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي عبر إقليم ولاية ورغلا مشروع استراتيجي يعرف وطيرة إنجاز متسارعة لتسليمه في الآجال المحددة لدينا ثلاث مشاريع لدينا جيار دو وقلالها هذا خاص بالمنطقة صناعية سونطراك وكاينة بمنديل خاصة بالمواطنيين طول الخط كان جيار دو 25 كيلو وقلالها 30 كيلو البرج هذا 29 طول أنا مع الجوة طول أكار أنا البره طول مع الأحوال الجوية طول ونخدمه كما نقوله المونتاج المونتاج قال مونتاج بيلون مونتاج كابل نخدمها من تحت كما نقوله من من البيطون من جيني سيفيل حتى الكابل فوق ديره العجل مخطط استجالي لهذا الموسم تسهر على تنفيذه الشركة الجزائرية لتسهيل شبكة نقل الكهرباء ناحية حسيم سعود يشمل إنجاز عدد من المنشآت القاعدية منها مركز جديد لتحويل الكهرباء بمدينة ورغلا الذي سيدخل الخدمة قريبا بالنسبة لهذه الصائفة هناك محول كهربائي وهو في طور الإنجاز وسوف يتم تشغيله إن شاء الله بعد أيام قليلة بقدرة 40 ميجاوات وهناك خمس مشاريع أخرى منها مشروعين في طور الإنجاز وهما محول بامنديل ومحول عين البيضاء هي رؤية استشرافية على المدين المتوسط والبعيد حددها مجمع سونالغاز بمختلف فروعه ضمن مقاربة المرافقة الفعلية للجهد التنموي بشقه الاقتصادي والاجتماعي وبهدف تحسين نوعية الخدمات وبوهران استفدت أزيد من أربعة آلاف عائلة بالقطب العمرانية الشهيد أحمد الزبان بمسرغين من شبكة الأليافي البصرية في إطارية المخطط العام لمجمع اتصالات الجزائر القاضية بربط جميع التجمعات السكنية الجديدة بشبكة الانترنات عالية التدفق التفاصيل مع مختار مذكور ربط التجمعات العمرانية الجديدة بشبكة الأليافي البصرية أولوية لمجمع اتصالات الجزائر بوهران القطب العمراني الشهيد أحمد زبان بمسرغين استفاد من الربط بشبكة الانترنات عالية التدفق كنا في غبينة كبيرة والحمد لله يجاود رامي ديرنا الانترنات ورامي وزع لنا لمودان والحمد لله بغي ما كنا في أزمة والحمد لله اليوم رانا فرحنا واتصالات الجزائر كانت قايمة بواجب تحا كنا هنا في عزلة عزلة تمام ما كانش لزو بيراتور ما كان ما كنت دخل هنا صايش غالا ركا يزغل على اللمود نسحقها في خدمتنا نسحقها بشكل صور تنصيب سبعة خيام لربط أكثر من أربع علاف عائلة عدل بتقنية الافتيتياس ذات الجودة العالية للانترنت والهاتف تابت حيث أن هذه التقنية تسمح في الانترنت بالوصول إلى تدفق مئة ميجا وبهدف إنجاح العملية تم نصب مكاتب متنقلة داخل الأقطاب السكانية الجديدة لتقرب أكثر من زبائن المجمع تسعى وتعمل على الاستجابة لـ 37 ألف زبون مع الأخذ بعين الاحتبار كل تطلعاته نحو الوسائل الجديدة والحديثة في وسائل الاتصال قمنا بربط أربعة ألاف منزل وكاين سبعة ألاف منزل هي في طرق الإنجاز نسبة تشبع على مستوى الوهران فيما يخص الريزو أفتيتياش ما يقارب حوالي 38% من مجموعة الشبكة الموزعة على مستوى الولاية هذا يستهدف مجمع اتصالات الجزائر إنجاز أكثر من 200 ألف كيلومتر من كوابل الألياف البصرية على المستوى الوطني في إطار تأمين البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية انطلقت ببلدية الخروب بولاية قسنطينة عملية تعويض مربي النحل الذين تضرروا بفعل حراق الصيف المنصر الخطوة الأولى مست مربيين اتنين على أن تشمل العملية الشهر المقبل باقي المتضررين المتابعة للرضا تبرباسين انطلقت عملية تعويض مربي النحل في ولاية قسنطينة من المتضررين من حرائق الصائفة المنصر العملية مست مربيين اثنين لاقت استحسانهما رانا ديسنا في حادث تعالي نيران تعالي الغابات رأي اليوم ما يجبت لنا وعوضت لنا الصناديق وبربي إن شاء الله على أقرب وقت حازي تعوض لنا النحل لرأي ما تحرقت في الغابات ورام هذه الموقف مع الفلاح الفلاحين اللي تعوضوا الثنين اللي تعوضوا اليوم رأي مفرحانين بزاف لأنه كان فيها بعض واحدة جهاتها كانتشكك وبالك بعد وبالك إلى آخره يعني رأي جاءت في وقتها الناس تعوضت دولار الوقف معاهم الحرائق التي مست أزيد من ألف خلية نحل محاذية للمناطق الغابية ستتواصل بتعويض المتضررين فيها إلى غاية نهاية شهر الداخل العملية هذه إن شاء الله متواصلة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نبدأوا في عملية تعويض الفلاحيين كانت ذلك المربين تعالنحل اللي عندهم ليريش بلان أبارتي دولا 100 أفريل بعادل 800 فوق 800 خلية قامت المؤسسة الجهوية لولاية أم البواقي المؤسسة الجهوية لهندس ريفيا الهذاب بتوزيع الحصة الخاصة بولاية قسنطينة والمقدرة بال2009 والعملية لتوزيع الصناديق الفارغة المقدرة عبر 20 ولاية هي 17 671 صندوق تجدر الإشارة أن العملية تمت بمرافقة المؤسسة العمومية للهندسة الريفية انطلاقا من قسنطينة لباقي الولايات المجاورة البقاء أولي الله ورية ثرى ظهر اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة جثمان المخرجة السينمائية الجزائرية يمين بشير شويخ التي توفيت هذا الصباح عن عمر نهز 68 عاما بعد معاناتها مع المرض حسب ما أعلنته جمعية أضواء السينمائية تعتبر فقيدة السينما المخرجة وكاتبة السيناريو المختصة في مجالي المونتاج يمين بشير شويخ زوجة المخرج محمد شويخ إحدى أيقناة السينما الجزائرية كان أول فيلم روائي طويل من إخراج الفقيدة هو رشيدة عام 2002 ويتناول العشرية السوداء بالجزائر وكان له تأثير دولي ونال العديد من الجوائز في عدة مهرجنات إن لله وإن إليه راجعون رياضة الآن ولحساب الجولة السادسة والأخيرة ضمن مرحلة المجموعات لرامزة أبطال إفريقا لكرة القدم يوجه سهرة اليوم وفاق سطيف خارج الديار فريق الرجاء البيضاوية وهذا يتدام من الساعة العاشرة مساء فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه الخارج الإفريقية الجديدة كرويا دائما ولحساب الجولة السادسة والأخيرة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية وجهه اليوم فريق شميبة الصورة خارج قواعده منافسه رويال لويوبار إسوالتيني وكله عزيمة وإرادة على تحقيق الانتصار خارج الديار بأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة فحظ الموفق أيضا للصورة في هذه المغامرة الإفريقية مشاهدين الآن إلى موعد الأخبار الدولية في تقديمها الزميلة جويدا بادر جويلا أهلا بك شكرا لك سهيب أهلا بكم مشاهدين إلى الموعد الدولي نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد بداية قام وفد من البرلمانيين من حركة البناء الوطني بزيارة تضامنية مع الشعب الصحراوي بمخيم بوجدور للاجئين الصحراويين الزيارة حملت عنوان أطفال تحت الحروب الطفل الفلسطيني والطفل الصحراوي نموذجا وهي مناسبة لتجديد الحركة أو مناسبة لتجديد دعم الحركة للشعب الصحراوي والتأكيد على موقفها الثابت والمستلهم من موقفها الدولة الجزائرية الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها وأكد الوفد البرلماني أن الشعب الصحراوي والفلسطيني من حقهما إلى استقلالهما واستعادة كرامتهما وعزتهما واستعادة الأرض المقتصبة والمقدسات ميدانيا وصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات وهجماتها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بعدد من المواقع بقطاع المحبس على مستوى منطقة لعكد كما تم قصف تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة يكرارا الفرسيك حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية في ردود الفعل عن الموقف الإسباني المتحول تجاه القضية الصحراوية أكد الخبير في القانون الدولي والقانون الدستوري الإسباني كارل ويس رويث ميغل أن ما أقدم عليه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز لا يمكن اعتباره إلا موقفا انهزاميا وخطأا جسيما وخطيرا للغاية في الشكل والمضمون مضيفا أن هذا الانحراف يعد انتهاكا للدستور الإسباني خاصة في مادته السابعة وتسعين التي تنص على أن توجيه السياسة الخارجية من صلاحيات مجلس الوزراء بالأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسير للدموع في شمال الضفة الغربية حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من محافظة رامالله يأتي هذا فيما يواصل نحو خمسمائة معتقل إداري مقاطعتهم تحت شعار قرارنا حرية لليوم الثالث والتسعين على التوالي في اليمن دخلت الهدنة أمس حيث التنفيذ وذلك غدات إعلان الأمم المتحدة استجابة أطراف النزاع في البلاد بشكل إيجابي لمقترح بشأن هدة الهدنة لمدة شهرين وبموجب الهدنة تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية بما فيها الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده كما تنص الهدنة على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة مع تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة المحددة مسبقا للإشارة يشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات حربا مستمرة أثرت سلبا على الجانب الاجتماعي والإنساني لليمنيين في أوكرانيا وفي إطار المساعي الأممية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية يحل اليوم بموسكو المبعوث الأممي المكلف بشؤون اللاجئين مارتين جريفت فيما أكد رئيس الوفد المفاوض الأوكراني أن موسكو وافقت شفويا على اقتراحات كييف وعلى الأرض تتواصل العملية الدفاعية الروسية مراكزة أهدافها على شرق كييف وجنوبها بهذا نصل إلى ختام أخبارنا الدولية لنهار اليوم شكرا على المتابعة والإصغاء عودة إليك صهيب شكرا جويدا ونختم بنفحات الشهرية الفضيل حيث نظمت جمعية والعلماء المسلمين الجزائريين شعبة حاسي أرملة بولاية الأغواط احتفالية لأول دفعة لحافظة القرآن الكريم التفاصيل مع فؤاد حماني في حفل تكريمي تم تشريف لمجموعة من خاتمي كتاب الله بمدينة بلل حسيرمن الشكر لله سبحانه وتعالى أن وفغنا لختم كتابه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين العاملين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الحمد لله الذي اصطفانا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل بأن جعلنا من أهله وخاصته ووفقنا لليوم الذي استطعنا فيه ختم كتابه وأن نلبس والدين التاج الوقار حفظ قرآن الكريم هو شعور جميل جدا سيشفع لك ولأهلك تتويج هذه النخبة من خاتمي القرآن بأيدي معلمين وأئمة ومحفظين وهي أول نفعة بهذه البلدية لطلبة مدارس جمعية العلماء المسلمين بحسيرمن وفيها رسالة إلى الشعب الجزائري أن هذه الأمة لازلت بخير وأن الشعب الجزائري لازل بخير وأن الوجهة إلى القرآن الكريم هي الوجهة إلى تحقيق معنى الوسطية والاعتدال التي ينشدها كل قارئ للقرآن الكريم رسالتنا لهؤلاء الطلبة أن كما حفظوا حروف القرآن الكريم يجب أن يقفوا عند حدوده هذه المجموعة الأولى من خاتمي وخاتمات القرآن من دفعة الشيخ الحافظ مدني الطهر بالمشري حضرها عديد من أئمة ومشائخ وأعيان منطقة الأغواط وغردية والولايات المجاورة جمعية علماء المسلمين من أنشط فرع بلدية حصرم جمعية ناشطة تقريبا متواجدة في جميع المجالات وخاصة في أثناء المرض الكوفيد جزت في تحفيظ القرآن إن شاء الله أول دفعة 19 حافظ لكتاب الله سلطة المحلية حاضرة وكانتشجع فيهم مرافقة طبعا الجاية إن شاء الله بإذن الله تكون تحت إشراف بلدية حصرم أول دفعة الحمد لله على مستوى بلدية حصرم نسأل الله أن يجزي مشائخهم ويكون ثمرة طيبة إن شاء الله ويثبتهم الله على القرآن الكريم ويعملون به إن شاء الله هذا التتويج يأتي ضمن برنامج احتفالي مستمر ضمن فعالية شهر رمضان الفضيل أهل القرآن وحاملي كتاب الله لا يخلو منه مكان في الجزائر وكانت جمعية العلماء المسلمين منذ تأسيسها ضمن أولويات برامجها وبالنفحة الإيمان نختم هذه النشرة لكن قبل أن نفتريق هذا تذكير بأهم مجابها من الأمر رئيس الجمهورية سيد عبد النجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يقضي العقل عن الفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا تزامنا وشهر رمضان الفضيل أسواق جوالية لتمويل السوق المحلية بمختلف المواد الضرورية وسعة الاستهلاك وأسعار تنافسية مع تكثيف دوريات المراقبة للحد من المضاربة وتينة متسارعة في المشروع الاستعجالي لنقل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي بورغلا وربط أزيد من أربعة آلاف مسكن بشبكة الألياف البصرية بوهران بإطار مخاطط ربط تجمعات السكنية الجديدة بشبكة الأنترلات العالية التدفق ودوليا المبعوث والأممي المكلب شؤون اللاجئين يحل اليوم بموسكو سعيا لاتفاق وقف إطلاق النار والعملية الدفاعية والروسية تركز أهدافها حول العاصمة الأوكرانية كييف مشاهدين نشكو لكم طيب المتابعة صحف طرق رمضان الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة